موضوع الكتابية لموضوع الطفان ثم هل هو أسطورة أم حقيقة وما هي الأدلة العملية على الطفان هل في أدلة خارج الكتاب المقدس من ناحية علمية تثبت على أنه فعلا كان في طفان وهل الطفان اللي بنتكلم عنه هو محلي أم طفان عالمي وطبعا رح نتكلم من خلال معاملات الله من خلال هذا الموضوع أحبائي بكل بساطة خليني أقول هدف مهم جدا جدا من خلال هذا البرنامج ومن خلال البرامج اللي بتحضروها نحن نؤمن وأنا أؤمن شخصيا بكلمة الله من الجلد للجلد للأسف اليوم في كثير من الكنايس سواء إنجلية أو غير إنجلية اللي ابتدأت تخفف في هذا الموضوع وابتدأت تتساهل في هذا الموضوع حتى نرضي الجيل المعاصر وطبعا إذا ابتدينا في التهادن والمصايرة وأهملنا في عمود من الأعمدة الأساسية اللي ابتدأت من سفر التكوين أو سفر البديات فبحال تساهلنا بيبتدي البناء ينهار رويدا رويدا لكن نحن نؤمن أن كلمة الله حية باقية إلى الأبد وأنا بدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة عن موضوع الطفان رح تكون سبب بركة لحياتكم